السلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد في MJG بودكاست وسلسلة المهارات وسوق العمل اللي نتكلم فيها على أهم الحاجات اللي لازم تعرفها قبل ما تخرج أو تبدأ خدمة أول شيء الله مغفل يا أستاذنا محمد سالم الفرجاني وجميع عمد المسلمين في الحلقة هذه من المهارات وسوق العمل أرحبه معي بضيف العزيز مهند الجالي أهلا وسهلا بكم مهند شكرا جدا لحضورك معي سيد انجن بأنك لبيت الدعوة في وقت قصير جدا فشكر مرة ثانية لديت لبيتك الدعوة مرحبا بيك محمد عفو لو نبدو مهند تعطيني نبذة لنفسك اسمك وين غريت لتخصص اللي غريتها في مجامعة أو معهد أو كلية غريت وأما سنة تخرجت طبعا أنا غريت هنسلت حسوب تخرجت من جامعة طرابلس سنة 2006 التخصص متاعي الأساسي طبعا بتعتبر يعني هنسلت حسوب تخصص برمجة زي ما نقول بس بعدين صار الشفت هذا متاع الكارير ويعني لقيت روحي في الـ Graphic Design لأمور هذه يعني المنطلق الأول متاعه كان كنت ماشي برمجة يس طبعا قبل حتى مخش الجامعة نقوله بنهاية التسعينات هذك تاو بدت زي ما نقوله الميول متاع أنك أنت تبيت تستكشف معاراتك تتعلم شي جديد الفترة هذك اللي هي فعلا اللي هي زي ما نقوله تبي تكتسب شي خلينا نكون دقيق أكتر في التسعة وتسعين بداية الألفين كيف بدت نتعلم فعلا في مجال التصميم الجرافيكي والبرمجيات اللي موجودة وبرمجة موجودة ندكت تاو طبعا البرامج اللي كانت موجودة زي مثلا عندك برامج كورل كورل درو ماكرو ميديا وماكرو ميديا ذيك شركة بروحة طبعا كيف شركة بروحة فكانت حتي عندها مجموعة من البرمجيات فبداياتي هنا الحقيقة كانت على برامج ماكرو ميديا صفة خاصة فالأول البداية كانت عليه برنامج فلاش محمد ماكرو ميديا فلاش في أوجه مراحلها المهم ففعلا بديت لم ماكرو ميديا فلاش خمسة وستة وبعدين سبعة وبعدين هم هاي طالوا في الصغرات لحد ما تم استحواذ على شركة ماكرو ميديا من قبل شركة اللي كنت ندير فيه طبعا زي ما قلت لك اكتشفت الشغف نحو الجرافيك بصفة عامة وزي يعني هلبة مصممين توا اللي هو يبي يتعلم هنا وهنا 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 هي هي حاجة طبيعية انا نقول لك شي طبيعي جدا ان المصمم يحاول يبي يكون شوية في المونتاج شوية في 3D شوية في Graphic 2D شوية في البرمجة شوية زي ما نقوله حتى تصميم المواقع بس اللي انا لو يرجع بيه الزمن وهذا حيكتشفها هي مصمم واصل دول واصل المرحلة هذه فالأفضل لك انك انت تتخصص في شي معين يبدأ هو زي ما نقوله الشي الأساسي اللي انت يعني مطقنة ما تتعلمه يعني او ما تجمع من معلومات حول التخصصات الاخرى يعتبر اضافة للرصيد متاعك مكملة هي كيف نقولك محمد هي يعني ما فيش باث بالعكس انت تتعلم البرامج الأخرى هذه وتاخد فكرة عليها بس ما تحاول انك انت تتخص لهالوقت الأكبر يعني ما تشتتش روحك لو نقوله انت ماشي كويس الـ 2D وفجأة تقول لا لا خلاص أنا بنمشي مثل 3D 3D بحر كبير وقضية انت تتقن البرامج 3D مرة تحتاج انك انت سنين يعني انت انشد وتلاقى مع ناس يخدمون في 3D وحتلاحظ ان يدولك يعني هم يعني يوميا في تحدي بالنسبة لهم زي زي اي تخصص اخر مثلا حتى تصميم المواقع مع التطور طبعا مع اللغات اللي موجودة وما الى ذلك يعني مانيش فقاش فيها ولكن القصد ان لكل تخصص يعني بحرها من الخبرة كي تتقن مجالك فالحقيقة لو اني بن محمد لو اني بن نحاول بصورة تقريبية نقول لك القفزات او المراحل اللي اللي وين انا تعلمت الحاجة هذه وين تعلمت الحاجة هذه في خلال هي كانت في الخلال من 2010 كانت فترة 10 سنة هما هي اللي خلتني نستكشف زي ما نقوله البرامج والادوات اللي موجودة ومن خلالها بعدين زي ما قلت لك خلص تبتت علي موضوع يعني من 2010 2020 لقيت روحي فعلا ان انا مهند لو ممكن تعطيني اهم القفزات في مسيرتك العملية في الخدمة متاعك يعني وين خدمت في الاشهر الاماكن الى ان وصلت اليوم للمنصب اللي انت فيه قبل نخوض معاك في موضوع وين خدمت خلي نخوض معاك في قصة كيف تعلمت فهمت خصوصا ان الانترنت وقتها كان بطيء جدا كنا نختم بال الدايل او في بداية ال ADSL جدا جدا يعني انت باش تتعلم هذا كنت يعني تتعلم بروحك رقم بحر بحر تاني الذك الاصطناعي قبل الذك الاصطناعي اللي كان موجود واللي انصح بها حتى لا توا طريقة التعلم اللي هي عن طريقة التعلم عن طريق الانترنت عن طريق اليوتيوب بصفة خاصة وبعدين المنصات التعليمية الاخرى اللي هي يعني تقدم حتى في كورسات يعني تكون على مستوى عالي متقدم حتى ننصح بها بس بما ان الشخص اللي بادي جديد احنا هربنا شوية على الموضوع لكن خلي خلي حاجة جيب حاجة زي ما نقوله الشخص اللي بادي جديد فبيحاول ان هو يشوف زي ما نقوله قناة او مش نقوله قناة بمعنى قناة متاع يوتيوب لا نحكي لك يعني مصار معين من خلال يقدر يتعلم فدما ننصح باليوتيوب لكونه مجاني مع اضافة الخبرة والتعلم عن طريق المواقع اللي هي توفر في تغذية بصرية ونحن نترقلها ونقول لك لها كلها ان شاء الله فالعودة لموضوع التعلم فكانت هذه الفترة الأولى بتاع العشر سنين هذه من 2000-2010 كانت فترة مهمة بالنسبة ل ان تعلم اعراضة الشغف تريد تعلم هادي وهادي وهادي هي هادي موجودة لكل حد بعض زي ما قلت نرجع ونقول وقاعد ننوه عليها خلال المقابرة ان تحاول تكتشف الحاجة الأساسية اللي انت عندك شغف تجاهها تعطيها الوقت الأكبر الحاجة الثانية زي ما قلت انت محمد اللي هي مكملة او اضافة علم لك عندك مونتاج عندك 3D بحيث انك يبدأ عندك مفهوم حول المجال هذا او التخص هو فنتفكر موضوع الـ كانت من بداية 2000 وبعدين خشيت شوي على موضوع الانيميشن عفون مش الانيميشن يقولوا نحنين موشن غرافك ايه منذ الفلاش تفكر فيه الفلاش وبعدين جدت هنا فترة الـ افتر افكت معنا 2008 أو 2007 بعدين يعني الـ افتر افكت تعلمت في 2009 حقيقة فالحق يعني كان شي جديد بالنسبة لي قضيت وقت هلب هلب عليه الـ افتر افكت كنت نتعلم من خلال منصة فيديو كوبايلت لاندرو كريمر كانت تعرفها لا لا مش مرة عليها كويس هذه واحدة من منصات اللي موجودة تعطي في دروس خلال شخص اسمه اندرو كريمر يعطي في دروس يعلم في الناس يعني كيف كيف تتعلم الموشن غرافك الادوات كيف تستخدمها كيف تدير تراكينج للكاميرا ما لذلك القصصة صحية ففعلا هذه كانت قفزة مهمة بالنسبة لي كيف تعلمت الافتر فاكت من خلال الموقع هذا فعودة تولي موضوع عن مين تعلم يعني الانترنت زي ما قلت انت محمد كويس قلت انت في فترة داي لب كانت شوية ما تخلناش المنتداد العربية ايه الانترنت ما كانتش تخلي فينا نتعلم المنتداد العربية كنت تتعلم منها الحاجة التانية اللي ممكن فاتتني اللي هي قصة الاوديو اللي هي music composing في فترة في الفترة حتى هي بداية الفينات اللي قلت روحي حتى ندير في اوديو ونحاول كيف نصنع نوع من الموسيقى ما لذلك تواب يعني 2005 تقريبا انتو ايه كانت صعب الانترنت هنا احنين درناها في 2005 ففي الفترة هذه كانت هنا الانترنت هنا بدايات داي لب وما إلى ذلك وبعدين طلعت DSL وما إلى ذلك فالقصة ان موضوع التعلم كان صعب في الفترة وأكيد اصعب في فترة التسعينات يعني انت تقعمز مع حد تعلم في فترة التسعينات والثمانينات والسبعينات حيقول لك بالعكس نحن يروا عالوا عالوا جدا نحن نعيم بالنسبة للتسعينات والثمانينات فهمت بس لو انت بازل بتبشي بالوقت حترى ان الموضوع ولا أفهل سأنتفكر في الفين وخمسة عندي صديق كان ماشي المصر وصيته هنا ينزل لي سلسلة فيديو على الوب ديزاين كيف كيف تدير ديزاين لوب سايت بالفوتوشوب وتحول كودين اتشتمل سي اس اس فايل سبعمية ميجا انا في ليبيا مكنش نقدر ننزل الفايل سلا ميجا فهم شي لمصر ينار 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 هدية صحيح صحيح حتى المعدات نفسها محمد معدات يعني يعني زمان cd الكرص هذا cd العادي كنا ندول يعني على قولتك انت يعني حتى تدير أبلودي ملف عادي تكتنزله زمان كنا نعانوه في المحتوى العلمي المحتوى الليسنز والتوتوريال اللي موجودة كنا نعانوه كيف نحاولو كيف نتبادلوها ونتنقلوها من مكاني لآخر صحيح صح فالقصد قلت لك فكانت فترة يعني مهمة للتعلم فترة العشر سنوات عذيك اللي هي من الفين عشر عفوا من الفين الفين عشر وبعد هالفترة اللي بعد هالي العشر سنوات اللي بعد ظهرت أدوات أخرى وظهرت يعني برامج أخرى ومواقع إضافية لحد مجيد كرصناعي ومسح الكونسيبت اللي أول وطلع جيدة جلب بالدنيا جلب بالدنيا جلب بالطاول على الكل فهذه ملخص سريع للبداية والوقفات وما إلى ذلك كويس الخدمات اللي خدمتها خدمت في شركات في بداية الخدمات اللي خدمتها أنا أول وظيفة في مكان كانت في سنة 2003 كنت في مطمع أنا أخدم في مطمع كنت جرافيك ديزاين جونيور بعدها في 2005 هنا كانت في صالة الانترنت هذه اللي افتحناها وكنت نشتغل في في نفس الوقت كنت نشتغل في شركة الغد للتباعة والدعي والإعلان بداية كانت غادي يعني تعرفت في الفترة دي وبعدها في 2007 بشيت لأبوظبي اشتغل في أبوظبي وبعدين نهاية 2008 جيت لي ومروحت هنا اشتغل طول في الت قعدت عشر سنة وقت من 2008 2018 الوقفة المهمة اللي هي دارتي تغيير شوية اللي هي في سنة 2016 2017 فترة هذي هذه خلتني شوية نفكر بشكل مختلف بعد سنوات قدوك الـ 15 السنة أو حتى كان بيقول أقل اللي هي اشتغلت كمصمم جرافق اللي أكتر من شركة طبعا في شركات في النص ما تتسمى قضي عبارة عن فترة تجريبية فترة انتقالية فترة انتقالية علي قلتك انت بس الخدمة اللي خدمت فيها بشكل يعني الوظيفة الوحيدة اللي قعدت فيها لمدة طويلة هلبل هي وظيفة المعال تيتي هي عشر سنوات من 2008 2018 قسم الدعاية والعلان دعاية ف القصد ان في الفترة بين 2016 2017 زي ما تقول ولعت اللامة ديك يعني يعني ما بيش نقول لك خبير ولكن مش بحث للأمر بمنظور مختلف هذا كتاو كيف بدت في التفكير نحو إنشاء مجموعة جرافيكم عندك عليها خلفية في الفيسبوك بدت في مجموعة في الأول مجموعة اسمها مصمم عندها سؤال أي مصمم عندها سؤال يخش يسأله ويجاوبوه اللي موجودين في الجروب طبعا هي بدت في الفيسبوك بعدين بولت موجودة تواهليا على الإستجرام في الفترة هديك شبحت المنضوع بمنظور مختلف زي ما قلت لك اللي هي إن هناك كوميونيتي واحدة ما فيش نقابات لحقيقة ما فيش أجسام يعني توحد المصممين بطريقة أخرى ما فيش ما فيش ما فيش تبادل للمعلومة وللخبرة يعني محمد كويس والديزاين وكده خلاص محمد يخدم ويشتغل لا يعرفش حد إنه كيف يخدم كيف يشتغل ويشاركش في عماله مع حد محمد 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 راضي لا تستسفايد لكن محمد فيه مصمم آخر مش معروف باكي في ديره هو تعال شارك خدمتكم وتبدأ معروف نهيك علي زي ما قلت لك يعني أنا شاركت الخبرة محمد كيف وصلت لشي هو أسألني فيبدأ فيه هذاك بعدين عرفت تنفتح هذيك التغرى والحوار أيوه اللي هي قصة الحوار باب للحوار الحاجة الثانية هي الأهم من ذلك كسرة الأنا شنية كسرة الأنا معناها أنا الوحيد اللي نخدم ما كانواش يععفوا بعضهم مش حتى يعرف أحسن واحد ما يندرش إنه فيه تانين فهمت يعني الكل استفاد يعني يعني واحد من الناس اللي ما كنتش نعرف إنه فيه ما شاء الله كم من المبدعين يعني الله يبارك يعني عنا كم من المبدعين في مجاة تسميه كيف يتوى نسميلك مجموعة كبيرة فهمت فالقصد إنه أصبحت الأبواب مفتوحة على الكل وكل حد يشبه في الثاني كيف يشتغل وكيف يخدم وتقدمت الخبرة وتقدمت المعلومة وتقدمت الحوار والنقاش السليم حافظنا علي حاجة حافظنا إن الجروب تكون نظيفة مش معناها نظيفة معناها أنت ظابط المجال التسمية غرافيكي دائماً إذا عرض لموضوع التنمر وكذا ولا معجبتش هو سيب وإنت أصلا يا راجل شن دخلك في المجال هذا فحافظنا بقدر الإمكان أهو كل دي عرفت إخفاء بحيث إن غرف البداية طبعاً مش كل نقد يعتبر بناءه مش كل نقد يعتبر هالدام يعني أنت تزبط يعني نحن نحاول بقدر الإمكان صح عليك إن في مرات في ناس غير أن تخوش مرات أنت مليكش علاقة وهذه صارت ناكتب من مرة مرات مليش علاقة بمجال تسميه مرة واحدة يخوش لا أنت سيب أنت مليكش علاقة فهمت هو وصن حتى هو مليش علاقة بالمجال فهمت لغير يجب أن يوجه نقد هالدام لمصمم تلقاه ورى بداية بغير أن أعطي فرصة مرات ينطلق مرات يولي أحسن من الموجودين كلهم فأتاعت الفرصة حتى أنه يقدم شيء ويستقبل نقد يعني يعني أنت كانت تراقب لغروب وكنا نراقبه فيها إن فيه اللي كان مستواه يعني ضعيف جداً تو أصبح مستواه إن شاء الله نعرف أنا يعني راقب يعني في المصممين وبالأسماء نظبطهم أول بداياته كان يتحشم حتى ينزل عمل أو كده توه ماشاء الله ينزل في حاجات الله يبارك يعني يعني شيء يدعو للفخر زي ما نقوله في حاجة في هواه كل اللي نقول لك فيه نحب الشرقة أن الفضل يعود إلى كرافيكم أنه هي فتحت الموضوع هذا وصار لا أنت لو تعلمت بالإنترنت أو تعلمت من خلال المجموعة هذه حتوصل المرحلة هي تأم أبيت وما فيش حد مجمل عليك الحاجة الوحيدة اللي اللي يعترف بها إنها منصة للكل متحة للكل الكل يشارك والكل يتعلم يعني وسط مرحلة يجون يخشون على الخاص يقولون مهند لا اخفي اخفي التصميم البشعة واخفي كده هذا كيف يتعلم صح علاش فيه إقصاء للمتدئين والناس اللي يبوي حسن وروحهم علاش تبوي إقصاء لهم يجيك واحد يقول لك لا والله هذاك ينزل في تصميم مليحة هلبة والله يغطى علينا لا خلي انت ارتقي انت شوف تعلم منا تعلم منا تعلم منا وكتسب إنش ده أسألة ما جاوبكش حاول مرة أخرى ما جاوبكش إنشت حقا غيرها شوف غيرها هذه الشخصيات ما فيش حد تغيرها المنثلة اللي مداخل إن شخص ما يبيش يجاوبك يبيش شرك معك المعلومة ما تكيش تغيرها لكن انت اللي يعليك إنك انت تدعى لما تشوف وتراقب وتحاول وفي نفس الوقت إحنا الواجب علينا إننا نحاولوا نقصوا فكرة إنه زي ما قلتك النقد الهدام اللي موجود التعليقات السلبية المحتوى اللي هو ما ليش علاقة في واحدة من الحاجات اللي مهمة جدا نديروا فيها نديروا فيها المحتوى ليش علاقة بالقروب نمسح فيه مرة واحدة دعايات مثلا مش حتى دعايات حد يغرد خارج السرب زي ما نقوله حد يحط لك معلومة أو موضوع ما ليش علاقة بالقروب لا أمسح خليها نضيف للقروب فتحافظ تم المحافظة على للقروب يعني بطريقة الحمد لله نقوله كويسة وناس تعاونت يعني بشكل نقوله مجاني رب جل فيه معك هادمنز فيه 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 ناس أكيد وجدت فترات ناس قاعدت ومشدت ففيه مجهودات يعني حقيقا وجهنهم الشكر إن هم فعلا يعني قدبوا مجهود يعني حتى ولو زي ما نقوله يعني تنظيمي بشكل بسيط ولكن أساهم فيه أن هذا القروب تقعد نظيفها قروب تقعد يعني زي ما نقوله مكان ملائم إنه هو يتم تعلم الخلال الكلام هو نقولك فيه طبعا لا يعني إنه يعني نقولك البروهو مجهود مجهود يعني ما فيش ما أحسن منها رغم سيطها الواسع لمستوى ليبيا مش هدي مستوى ليبيا معروفة فيها كذا مدينة ولكن مع ذلك الوجودها حاليا يتيح الفرصة للاستفادة فيه يعني من أكتر مجال فزي ما قلت لك فتحة المجال إنه الكل يستفيد الكل يتعلم الكل عنده فرصة أنه يضيف شيء سواء يقدم معلومة أو ياخذ معلومة استقبل معلومة الجانب الآخر اللي هو حتى هو الشركات التي تستفيد وجود كوميونيتي زي هذه أو وجود مجموعة زي هذه أو وجود منصة سنسمي دي من نسمي فيها منصة وجود منصة زي هذه تفتح المجال إلى يعني زي ما نقوله إنه يعني وجود فرص عمل فرص عمل وما بيش نبدأ نقول لك فرص عمل نكبل نقول لك يعني وجود عدد من المصممين و يعني في شتى في شتى المجالات مش مصممة مقرافة بس حتى مثلا تلقى مثلا حتى 3D ولا Motion Graphic وما إلى ذلك أو حتى مجموعة تصميم مواقع فوجود الناس معه وجود الأشخاص المبدعين واللي قادرين يقدموا خدماتهم أصبح زي ما قلت إنت يعني وجود فرص عمل في شركة بتجيت يعني بتعلن عن فرص العمل نتاحها موجودة حاليا أيضا في حتى يقولوا فيها سين هانتين للناس يعني يعني ما يجي حتى مصممم ينشر أعماله بشركة تراقب وأنا محنين نعرفه واضح الكثير يعني وما نعوش به بالعكس فائدة عامة مصلحة عامة فهمت ما فيش باس خش تعالى نشوف أو فيه مصممين تعالى وتعالل وقضي يستفيد منه ويبدأ فيه مش واذي لا ما نقول واذي لأن ما هوش سرعة ومصمم في الأخير معلق ممكن نضم الفريق خلي نقول ويهيرهم يعني او انك انت او حتى التعاقد معها بشكل فريلانسين يعني انك انت عقد عمل يعني اني نبي تصميم كده كده ونتعامل معك وصارتك تم مرة ودرنا حتى استبيانات وفعلا كان فيه استفادة عظيمة لمجموعة نصمي بش نقول كل ان الموضوع مش سهل لان مرث انه فيه قالك لا احني والله اني ما استفدت منها اوكي احتي ما فييش اشكالية ما حصلتش فرصة اليوم تحص غضوة ما حصلتش فرصة اليوم وغضوة تعلم واتطور من روحك تحص it's easy يعني موضوع سهل جدا فالقصد ان الشركات بدأت تستفيد فرص العمل موجودة التوظيف بدأ يعني موجود فيه توظيف كويس فيه ناس وظفت مصممين من خلال الجروب هذي او تعاونت حتى بشكل زي ما اقوله مستقل يعني من خلال الجروب الشركات يعني زي ما قلت لك هانتنج للناس اللي ممكن كويسة تعال انت والله احنا بنعقده معاك وشوفنا قدمتك اللي مزموعة تكرا فيكم ما الى ذلك ففائدة عامة استفادة للكل انا دي ما سمي فيها نقوله ecosystem يعني الكل مستفيد وينت وينت للكل مفيش حاجة تقول يعني تخليني تمنعني لنضم لجروبها بالعكس استفادة ليه ناي حتى ما قدمتش تعاله خشه تفرج تفرج واستفيد استفيد اعتقد في خلال الموضوع القفزات انت كنت بتوصل الى فترة تفكيرك المختلف اللي خليك تطلع من التيتي وتنشع شي تاني طبعا الفترة عام 2016-2017 فعلا حقيقة ان لازم بوجود كماناتي ايضا وجدت نفسي اني اه وهادي ما نعرفش كيف نقولها لكن دعني نقولها بالشكل ما بيش نقول لك خبير ولكن ما بيش نقول لك اني ما عنديش خبرة يعني الفترة هديك نتكلم لكش محمد له فترة عمل مع شركة ونتكلم لك عليه فترة عمل مع شركة زائد تعلم ذاتي زائد عمل مع شركات عفوا عمل مستقل اللي هو فريلانزينج فعليا فعليا من 2003 الى اليوم هذا يعني تعاونت وكانت فيه فرص عمل مستقلة مع عدد كبير من الشركات كبير جدا الحمد لله اه والفرص هادي فيها فيها مجموعة من الاشياء اللي هي التحديات اه معرفة الدات معرفة قدراتي وين الحد انتعي وين بالضبط اه تعلم طريقة اه اللي هي تعلم طريقة محاورة مع مع زبون وطريقة اقناعه اه مرة قلتها في واحدة من جامل قلت انه حيوصل بك وقت كمصمم او حتى صاحب مهنة هتشبح للمهنة متاعك بشكل مختلف يعني يعني تبدأ تشبح للامور اللي حواليك لانك وصلت لنوع من الخبرة ونضج فكري ايضا صحيح نضج فكري يختار يطوع مالوقع صح ليك نضج فكري حيخليك تشبح للامور اللي حواليك بشكل مختلف حيخليك تشبح للامور من ذاوية اخرى اه فقلت لك الفترة هذه اصبح عندي ميول اكتر لمشاركة خبرتي مع اللي موجودين كجيل جديد وما الى ذلك اللي موجودين الناشئين واللي بتعلموا المجال كان عندي طموح ان يدير support للمبتدئين واللي خاشين المجال بكل مهديت من قوة حقيقة اه ولا تنهار اليوم ولو اتيحت لي الفرصة حاليا اني بوقتي اللي موجود عندي بالجهدي بالفضوة اللي عندي اني يقدم دعم لشخص يبي يتعلم المجال او يبي يتعلم شيء يبي يشبح في روحها انه هو يعني اه كويسي مش هنتأخر بإن الله تعالى فهذه هي اصبحت الفكرة تختلف اصبحت نظرتك لامور تختلف هتوصل شيء هذا يعني انا هيك نشبح فيه شيء طبيعي توصل لفترة من اي شخص اي انسان اي مهنة هتوصل لفترة من الوقت حتى تشبح الامور بشكل مختلف صحيح فهذا هذا علاش دائما ترى انه في بعض المهن رغم انه مش شرط ولكن بعض المهن تلقى تلقى متن حد في وظيفة معينة ولكن بعدين يبدأ يتغير العقلية متاعه يبدأ يتفكر بطريقة اخرى ويتوظف وياخد بشكل مختلف اداري 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 وطبعا الهم من ذلك عامل الخبرة اللي هو في انك انت قاعد يعني قاعد زي ما نقوله تتعلم من اخطائك اهوة مهمة هلبك يعني كان انا كان انا كان انا كان انا بكتاب مفتوح ونتكلم عن اخطائي كبير جدا عدد الاخطاء اللي ارتكبتها في فضرها دي كلنا عدد هائل من الاخطاء ونتعلم فهمت عرفت اتاكل كفوف وطنوت يس اصلا المرحلة اللي انت تقول انا تعلمت هذه مرحلة وقوفك اصلا غلط 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 لنهار اليوم تتعلم انت قاعد لنهار اليوم تتعلم غطوي بعد غطوي تتلاقى مع زبون يعطيك كف ما تندرش على وجهك فهمت حاجة محاجة حاجة مش معروفة وفعلا قاعد ان نصلي للموضوع هدا قاعد نتعامل مع زبون انه يعني انه مرات سيبدأ فيه شي ممعروف فهمتها قاعد نجهز فيه قواعد معينة او اسس معينة نتعامل مع زبون خلالها نعطي فرصة طبعا دايما نتكلم عن الأنترنت نعطي فرصة وإحسان بالضن في الأول بس تكون أنت شوي يحذر في المعاملة يبدأ عندك بروتوكولات معينة في المعاملة وهذه تبي بروحة بروتوكولات هذه بروحة هذه قصة ثانية فالمعاملة مع زبون تختلف تحتاج إلى نوع من صبر مش حتى صبر تبي محمد تبي وقت هلبة باش توصل للمنتاليتي متاعك أنك تعرف أم تتقدم أم تتوخر أم تترفع صقف العطاء متاعك أم تتوخر شوية تشبد روحك شوية أم تتقول إيه أم تتقول لا دائما كانت تتلاحظ الناشئين ما يعرفش المعاملة أم تتقول لا فيه لازم نقول لا فيه ما راح تقول فيها لا يقول لحاضر نيرو أصفر مثلا ميتها في فرص العمل فيه فرص عام تقولها لا آه يس صح فيه فرص عام تقولها لا بغض النظر فيه فرص عام تقولها لا صحيح فهمت يعني من عشق نقدر نعطي متال هذا لا يعني فيه متال فيه سنة واحدة من سنوات ما نفكرش بالزوط قديمة شوية نهارضت علي فرصة عمل وكانت بيعني بيراتب مغري فيه وقت هداك ولكن التفاصيل الأخرى جوب ديسكريبشن يعني كان كان ما كانش مناسب لي أنيه كمهان فيه وقت هداك فهمتني كيرا واضح طبيعي يا أما أنك أنت أوفر كواليفايد أو أنك أنت مش كواليفايد enough أنك أنت تدير هاندلين للشيء هو أو حتى قدرتك استيعابية مش 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 متقدش تدير هاندلين للتاسك السعياء هذه واحدة من الأسباب اللي خليت نرف صح إن القدرة استيعابية مش قادرة مش وشباح تروحي إنه في المكان هو كيف حان أو الصفر يعني زي ما نقول فهمت فبغض النظر فيه وفيه أوقات تقول فيها لهذا طبعا موضوع يعني قصرات فيه موضيع تاني فهمت دايما ديما نقول فيها خدم عقلك شوف شوف الأمور من جميع الجوانب مش شرط مش لا يعني إذلك إنك إنت تصبح شخص يعني overthinking وإنك إنت تفكر في الأمور بتفصيل دقيق لا الموضوع بتشوفه عندك main factors معينة بتحطها في بالك ومن خلالها بعدين بتدير تحليل للأمور بسيط وبتشوف للأمور من زوايا مختلفة وبعدين توكي الله في الأخير بكره وكل شيء بتسخر الله أكيد كويس شن تعرف مهند للقب مصمم Graphic ما وشوف هو سؤال مني حدا باهي وصمم Graphic ما اختلفش بالنسبة لي أني كمهند ما اختلفش تعريفة رغم صعوبة تعريفة بشكل محدد لأن وقلت لك الموضوع هذه تحتاجي لأنك أنت تشبح تشبح للأمور مرات من زاوية النظر الشخصية هذا لك لأنني قلت لك أنا بدأت كلامي زاوية النظر الشخصية أنا هيك نشبح في الأمر لكن الحاجة كويسة دخول الذكال الاصطناعي أعطى فرصة أو أعطى زي ما نقوله إشارة إن يتغير تعريف هذا أو مش قول تغير يتغير مفهوم عمل المصمم Graphic يعني مستوى عالمي مش حتى عليه مستوى محلي فأصبح المصمم Graphic يعني تغيرت مهند حقيقة يعني يعني لو نشاركك بتجربتي الخاص كيف تغيرت مهند شو معناها يعني زمان نواني بنقارن وهذا شي طبيعي يعني بكل عشر سنوات حتلقى فيه دائما تغيير جديد أو حتى أكثر من عشر سنوات دائما فيه تغيير جديد يعني إنت لو تقارن مثلا حد خدم في السبعينات بحد خدم في الألفين مش زي بعض هذا يخدم بيده هذا يخدم الكمبيوتر صح أو هذا يخدم مور بيده هذا يخدم بالكمبيوتر أكتر أدوات موجودة أكتر في الكمبيوتر الآن لم يكن أدوات هلبة الفترة بعدين خشط بعد 2020 بعد الدكار الصناعي وثورة الدكار الصناعي وانطلاق الدكار الصناعي لمستوى العالم وشات جي بي تي والأي آي والجنيراتيب فيل وما إلى ذلك القصص هي وجودها أصبح يعني يعني أنين ديما نقول فيه فردة على المصمم العمل بطرقة مختلفة وواحد من الناس يعني صعب أنا كنت يعني في الفترة اللي قبل ظهور أدوات دكار الصناعي كنت نخدم بإيدي في هلبة حاجات كنت نصمم فيها إزعت ريموف باكراون ما هي لدار كده وجود أدوات تكون أونلاين حاول تستفيد منها بتنوحها حاول جمعها هتنقدمها نصيحة للكل ونقعد نقول فيها حاول تجمع مجموعة دوات تستخدمها بطريقة ذكية تختصر عليك الوقت تفتح لك آفاق جديدة في العمل يعني يعني مثلا فيه limitation صاير زمان دو أصبح معاش فيه limit واحدة من الحاجات هي كيف تصف chgpt با فيه شي limit فهمت يعني موسوعة مفتوحة كبيرة ضخمة جدا وقاعدة كل يوم تتعلم وقاعدة كل يوم ما ذلك طلعت ليه جوانب سيئة طبعا هذا يعني إنه شيء مثالي وشيء كويس حليم أنا من بيش نهرب شوية بالثقة ولكن القصد إن نحكيك على limitation أو نحكيك على هذا الحدود اللي مرسومة للمصنم أصبح وجود أدوات دوات تقصر لك limit يعني يعني أنت قادر أنك أنت صورة معينة تغير لها components بوناتس امتحها بطريقة بذكار صناعي بدل ما أنت تجمع بوناتس إياه وضلال وشادو ولايتينج ومش عاف شنو وتحدد مصر إضاءة عبارة عن الاريا اللي تبي تغير فيها تكتب يعني وصف بالضبط ويغير هالك طول فأصبح عمل مصنم غرافك فرض على وجود دكار صناعي فرض علينا كلنا يعني تو حاليا لو أنين نسمع بمصمم يقعد يشتغل بإيدة وميستفيد من الأدوات هذا قاعد نقول لا لا وقف لتدير فيه وبر تعلم الأدوات أية لأن أول شي ستختصر لك وقت ستفتح لك أفاق جديدة ستطلع لك نتائج أفضل واشتغل بدكاء يعني في حاجات تحاول مرة نفكر في شوف تيتاريا على موضوع كيف بعض دواتك الصناعي زي في مثلا جنراتي فيلم تابي تدير في بعض الأرياس لكن في كلمين عليها بالضبط ما تعطيش في بعض المساحات إن أنا كنت في مساحة معينة فطلعوا زي ما نقول آدات يعني أو بلا صح بلا جين لفوتوشوب يدير لمجموعة من المساحات بأمر زي ما نقول بأكشن أنت كانت تعرف الأكشن تحت فوتوشوب القصد إن هذا عمل بدكاء اللي قاعد ننصح بي اشتغل بدكاء دي ما نقول في هذا موجود من جامل لكن لكن كلما تقدم الدكاء الصناعي حتى تتقدم تولي دكي أكتر ما معناها تعلم دكاء تعلم كيف تستخدم الأدوات مع بعضها تقارن بها يعني واحدة من الحاجات اللي في الفترة السابقة قاعدت نجرب فيها نشوف في المواقع والأدوات اللي موجودة اللي هي تدير ريموف باكراوند ونشوف في الدقة متاحها والريزيليوشن اللي ممكن توصل بها وقاعدت نقارن في الحاجات هي بأما أفضل أداة أما هي نمشي لها لما أنا بالنحية حاجة بالباكراوند سودا والحاجة اللي يكون باكراوند دوشة فأما يبدأ تجمع داتابيلز هادي انت تتو الحاليا العمل بالطريقة هي يتم بالشكل هو مفروض لكل مصمم يمشي بالشكل هذا أنا لما نبي نوصف نفسي مصمم ما نقول للناس أنا نصمم في تصميم ندير هو تابع لسؤالك السابق وقاعد نقول لك مصمم غرفك ما تغيرش وقلت ما تغيرش مصمم غرفك ومصمم غرفك اللي فرق في طريقة استخدامك لأدوات فقط الحاجة الوحدة تكون انت مهنيا بينك وبين نفسك قاعد وهذا شي يمكن ملاحظة لحد ما انك انت قاعد تستخدم في الـ idea بالطريقة creative وصطقني اللي ينزل في تصميم جهازات هذا واضح واضح علينا وينزل تصميم جهازات واضح جدا حقيقة وجود موقع في هلبة تصميم جهازات هذه قبل حتى الدكار الاصطناعي كان موجود وكان بعض مصممين يعتمدوا عليها ينزل ويغير رسم وخلاص يقول يتفضل من بيع القاصد مصمم الجرافك ما نحب شانين نحصر في تعريف عبار عن جو واحد شد ماوس ويحرك فيها ويحرك ويرسم مربعات لا المصمم الجرافك هو شخص مبدع شخص مهني شخص عنده أخلاق شخص عنده طريقة عمل صحيحة ويفهم حدوده ويفهم قدراته وين هذا هو مصمم الجرافك واحدة من الحاجات التي طلعت على خطرها مجموعة جرافك والتي كانت سبب أني ننشأ مجموعة جرافك هي رفع قيمة مصمم الجرافك يعني كانت قيمة مصمم الجرافك للأسف هي تعرض كم كبير من النقد وكم كبير من التنمر للأسف بس دائما ديما كانت عندي اعتقاد خاص والحمد لله حاولت الرسخ الاعتقاد هو مصمم جرافك زي أي شخص ذو مهنة يعني شخص مبدع مفكر طبعا مع الاحتفاظ عن المعين احكيت لك عليها شخص يعني قادر عليه ترجمة أفكار العميل أو زبون أو الشركة إلى شكل بصري فمهم دورة مهم في المجتمع هذا هو هذا المين فاكتور هو اللي بيوصل رسالة للجهة المعينة للناس دورة مهم مصمم 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 من الجرافيك أنت هدرز على متطلبات مخصوص لما جاءت موضوع الدكال الصناعي متطلبات الشخص لكي يخش لعالم الجرافيك أنا طالب نقرف أي شيء بيغضر نظر عنها من الشعع أن هلبا طلب طب يميلوا للجرافيك وهذه نقطة هدرز عليها أعتقد هناك ناس تتكلم عليها في الانترنت أنا شخصيا لما كنت نقرأ بشري كانوا هلبا فيه من طلب الطب ميقول لهم أنهم يخذ مقرافيك ولكن احتيار فالمطب لن يخش إلى المجال حتى لو كفريلانتر شين المتطلبات التي تكون في الشخص يخش للمجال هذا شوف خلي نقولها في كلمة واحدة أهم المتطلبات أنك أنت تخش للمجال هو الشغف حطها بين وفي ناس نيقى فيهم يحاربوا بفكرة أن تتبع شغفك في بداية حياتك في هالبناس يقولوا أن في البداية دور الخدمة بعدين دور الشغف لا ما سمحني ماليش موانين نقلك تجربتي الخاص آه أوكي أنا خلاني يستمر الفتر لليوم هو المقعم زوني قدامك شغف حبي للمجال شغفي نحو المجال أنا قلت أنت بكريك أنا عفو عفو قلت حسوب وقلت برمجة يعني أنا كنت نحكي لك في 1994 عمري 10 سنوات عندي أخوي طبعا مو برمج يعني ما شاء الله من تنازل قويه كنت نتعلم يعني كنت يعلم فيها برمجة وكان عندي ميون نحو البرمجة نتفكر فيها طبعا نعرف القصد القصد أن اكتشفت الشغف هذا في نفسي وهذا سؤال وتوجهت كده مرة عموما أنك كيف كيف اكتشفت البدرة المصمم في داخلك فقلت لك أني في النهاية التسعينات أصبح عندي ميون نحو الرسم يعني يعني أعطيك مثال واحدة من الحاجات اللي فعلا كانت عندي يعني هو استجاه الرسم أو صح خلي نقول دقيق رسم الشعارات يعني كان نقول لك أن في الفترة بين 95 إلى 2000 كانت عندي كراسات كراسات كان عندي كراسات عرفت لما تم الدراسة أنا كراس حساب واحد نمزق يبدأ في الفرق الفاضيات وفي الفرق الفاضيات نرسم شعارات نرسم شعارات قناوات تلفزيونية تصويت كان خيال تحاول تخترع قناة ونضي لها شعار ونتخيل فيها قدام يكلك مطالعة يعني على الساتيلايت وكذا ونشبه في القناة وانا فيه وصلت بي في 2003 2004 درت فلاش يعني الفلاش أنا الضابط فلاش تيفي هيك بريموس تقلب وحطت رسماتك شعارات متاع قنوات تلفزيونية ونقلب قاعد محتفظ يطلع شعارات وارب لا اخذت فيديو بها وخذت ذي اللوب وحطت شعار متاع القناة فوق على الكورنر واحدت هنا واحدت من جاه على سعى الجلس تنوع رفت عندهم واحدت من لطا هيك عمد القناة هذه شعار لطا هل جاي من لطا هنا 2003 عدد كيف كان هم ركت كالوج والله يشوف 18 17 18 85 اعتقد 17 حوالي حوالي بخصوص الشعرات أنا عرف أنت لقدامت شعار النبراس وتكلم هل تكلم هل تكلم فيين واثنين كيف جيت فكر شعار النبراس شين اللي جاب لك الخدمة لا جيت عن طريق صديق 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 هو موسس النبراس فتكلم مع أخو قال عساس النب ونجد شعار وكان يعني معروف العائلة وفي صديق أخوتي وهذا طبعا يخلي نمشي لأبو ضبي عموما هو نفس الموضوع معروف العائلة موهند يصمم وكذا مصمم وكذا وأقل لما تلقى مصممين في فترة هذيك فالقصد أن نبو شعار وضكت شعار ونبراس ونبدأ دجاجة واحد فنبو صور دجاجة وكذا فرسمت شعار نتفكر فيه بفلاش والله بفلاش المحاولة الأولى وفقه علىها طول أعتقد ما أشتفكر في التفاصيل لكن أعتقد كانت من المحاولة كيف كانت قيمتها ما نعرفش بالظبط ما نكترش نتفكر بالظبط التفاصيل متاع العمل ما نتفكرش فيه حتى كيف سلمت ملفه ما لذلك ما أشتفكر فيه شعورك لما تخطم في الشارع تشوف شعار نبراس قدامك ولا ما أشتنتبه لا تقول حلوة سؤالك عمور شعوري أن الناس يعني ما تعرفش أنني لذلك جدت مدة زمان خش نقول لهم هانين دايرة رابد اللغضة هانين دايرة رابد اللغض لا والله شعور بزم قلت لك أن الناس ما تعرفش أنني دايرة ف توصل بي مرحلة بتاع بين ناس لماذا تهتم صح أمين لماذا تهتم أنك أنت دايرة يعني بأوكي أنت درتبه بأوكي وقت فلذلك هذه نقطة مهمة ممكن تنضاف المصمم شغلها يدوي عليه أمين شغلها يدوي عليه يعني دائما نقول فيها نيه اشتغل وتوقع على الرب واتقن عملك وأكيد حدير أخطاء تبير تبيش لازم تطيح وتوقف تطيح وتوقف أو حط تقعد طول عمرك تطيح وتوقف وحتتتعلم من أخطاءك لأنك أنت أصلا موجود في الحياة باش تتعلم ودير قدر جهدك مهم أنت دير قدر جهدك دير أقصى ديور عرفت ديور بس أفضل شيء ما عندك باش أنت ما تحسش بالدم أنك أنت آه خسارة أنا فوتت ما هي أساسية التصميم باختصار الممكن تعطيني ملخص ما هي الحاجات التي تكون منها التصميم باش نقوله أن هذا التصميم ناجح أساسية التصميم من ما ناحية الديحائي مش الورقي مش قصد الطباعات الورقية والأيدنتي والكلام هذا التصميم الجرافيكي تتحكي تصميم الجرافيكي بسفة غاسم ونحط في كلمة الجرافيكي عساس أنه تصميم الجرافيكي يعرف على أساس أنه شغل المطبوعات شغل هو طبعا يندرج في المجالات الأخرى أو التخصصات الأخرى ولكن له كيان خاص في البداية تعرفتك تعريفه على الخاص أساسياتا من المناحية أساسياتا تحكي أن ممكن أنت سألتني كيف نعرف المصميم المقرافيك يعني كيف مصميم المقرافيك يعني شخص يشتغل في عمل شغل تحويل أفكار إلى شغل بصري عن طريق سخط أمل الكمبيوتر أدوات الكمبيوتر برامج أدوبي برامج كورل ما إلى ذلك فهذا هو شغل المصميم المقرافيك وهذا السؤال ممكن حتى يفتح لك مجال لحاجة تانية اللي هي باين المرحلة اللي هي يقول أنت المصميم المقرافيك يبدأ من A إلى Z وخلاص بعدين يسلم شغل لشخص آخر فهذا حتى يعاني هلبا ونصميم حاليا من فكرة بين حدودي وين نقف باقي الخدمة إلى شخص آخر باش يتم العمل على الفكرة بشكل مختلف وهذا يفتح لك أيضا باب إلى سؤال مهم اللي هو العمل الجماعي والعمل الفردي وموضيع كلها مربوطة بعضها سمحني ممكن نحب نربطها بطريقة من عفش مناسبة إن شاء الله نقوله العمل الجماعي رأوا مختلف جدا رأوا في الألية التعامل مع المعطيات والمحتوى بتاع الشغل بينما العمل الفردي عندك تكملها وسلم العمل الجماعي لا أنت تخدم نقطة معينة بتسلم لهذا بيصير عمل آخر بحيث أنت تسلم لشغل مكمل وهذا بيكمل لك زي خط المصنع خط الإنتاج خط الإنتاج أنت تدير شيء معين الماكينة بعدك تشغل معين فهذا العمل الجماعي للأسف يعني ممكن تواه كويس لكن قبل فترة نعرف نستطيع نصف تاريخ معين ولكن جد فترة طويلة جدا نحن نشتغلوش في عمل جماعي نحن معظم مصممين لغرافك معظمهم يشتغلوا عمل فردي ولتوى يفضل المصمم يشتغل في رنانس يشتغل مع جروب تانية فيها البعوامل تأثر على الشي هو بما فيها فرص العمل الموجودة وحجم العمل الموجود وحجم السوق وحجم الإعلانات والدعايات اللي موجودة معناش هضاك الكم الكبير يعني من الخدمة فهما نحن ممكن السيزون متاع أكتر فيه غدم ضغط خدمة ورمضان حتى حاجة نقطة تانية قد تعيق موضوع العمل الجماعي في موضوع الجرافيك وصححني إذا كان رؤيتي مش صح موضوع عدم توفق الأراء بين الناس مرات لأنه موضوع سبجيكتف هو يخدم بطريقة يشوفه شي جميل من وجهة نظرة وشخص الثاني مرات هذا موضوع الثاني يبك محمد هذا لأنه تقييم العمل البصري نسبي وقلت هلك قاعد نرجع للفكرة الأولى اللي قلت لك أنك توصل لوقت معين من حياتك حياتك تشبه الأمور بشكل مختلف وخاصة من ناحية نفسية ومن ناحية تأثيرها في عقل المتلقي تطرق للفكرة اللي قلت عليها أن الشغل يبدأ نسبي بين شخص وآخر تقييم العمل تقييم جماليته زي تقييم الجمال بتاع الإنسان بين هدم أنت تشبه شخص هذا جميل وآنيق وموم في ملامح بينما شخص يقول لا هذا القصد أن تقييم العمل طبعا مع الحفاظ في أساسيات معينة في تصميم موجودة بس تقييم جمالية العمل تختلف بين شخص وآخر بس اللي نخطفوش علي كلنا اللي هي الحاجات الأساسية اللي هي مثلا في أساسيات موجودة في تصميم اللي هي المحادا التوزيع البصري السليم واحدة من الحاجات المهمة هل بهل ما تهرب على المصم لقصة تحديد الهدف والفكرة من التصميم يعني مثلا نجي نين نقولك نين بيطير تخفيض 50% يدير هلقي صغيرون لا هذا الهدف نين بيوضح المتلقي أن نين بيطير تخفيض 50% أعطيها حجم أكبر أعطيني المين أبجيكت بعدين أنت تحط الحاجات الثانية الشعار وما لذلك وما لذلك وما لذلك حطها بس المين أبجيكت أعطيني السبب ديما نقول فيها حتى لما يكون في تصميم ديما نقول فيها حتى المصمين يتواصلوا معاي ونعطي فيهم في الفيدباك نقول لها شي الهدف من تصميم حدد الهدف ديما أبدأ بأسئلة بينك وبين نفسك قبل ما تبدأ تخدم جيت مد حتى ندرب في مجموعة يبدأ نبدأ نعطي فيه نقد مثلا حول تصميم معاي نما نقول لا يبدأ يتلف ويبدأ يخدم نقول لا 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 سيب الماوس اشبح ليني هنا اشب اسمع اني افتح ودنك اسمع قبل بعدين اخدم افهم بعدين اخدم الفهم قبل العمل دي ما نقول فهل تصميم آخر مرحلة بعد ما تفهم وتكون الفكرة الفكرة تتكون هنا في الدماغ ما تتكون في التصميم قدامك في الشاشة بل بالعكس تتكون في الدماغ وتتسم وبعدين تندير في الشاشة قدامك حتى موضوع تبين الالوان حتى فيها البناس جدا تعرف فيها هذه ممكن تعلمها سهل تبين الوان واستخدم الالوان مناسبة وكذا سهل تعلمها وفيه هلبة ادوات موجودة تتعلم الموضوع النقد اللي يصير حال التصميم نقول فيها حتى لكل زبون نقول لها راو لما ننسلم لك حاجة وانت تعجبك وبتعرضها لحد تاني راو توقع وتأكد ان ممكن في حاجة تاني مش هتعجب يعني هذا شي نسبي الأدواء مستحيل تتجمع لحد فهمت بس الحاجة ديما حيلاحظها المصمم اللي ممكن يتفق عليها جميع ونقول نسبة كبيرة من الكل هي قوة الفكرة دائما قوة الفكرة يمتفق عليها جميع بغض النظر على التصميم فإيش تعمل على قوة الفكرة توظيف المعنى توظيف المعنى بشكل صحيح لها شو معنى ممكن مصطلحات شوية عميغة بس سامحني نقولها بطريقة توظيف المعنى معنى وصلت الرسالة بدون تعقيد عرفت كنت بتاكل حاجة وسهل هضمها هذا هي وتوصل الرسالة سهل هضمها في دماغ بشكل سريع من نسبة المتلقي 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 وهو وصلت الرسالة بدون تعقيد وفيها عرفت عرفت اللي فيها ديك التركم تقول أوه كمليحة ديك كمليحة كيف فكر فيها هذي قوة توظيف المعنى فأعتقد ما فيش ناس تختلف علي قوة توظيف المعنى فإشتغل انت في الأساس على الشي هو بعدين اهتم بالمظهر الجمالي ومهما ذلك مهم جدا مظهر الجمالي لا يعني كلها بتحتمش بالمظهر الجمالي لا مهم جدا مظهر الجمالي زيك زي لبسك وزي مظهر وكذا هذا مهم جدا بس انت المنتالي متاعك والعقلية متاعك في نفسك الداخل هي الأهم هذا الجوهر الداخل يقول لك الجوهر الداخلي أهم الجوهر الخارج شخص حشاك فارغ من الداخل ولكن يهتم بمظهر الخارج ولكن بينما شخص مثقف ومتعلم وقادر عليه انه يقدم شيء مفيد للمجتمع وفي نفس الوقت محتمل من الداخل الخارج فنفس الكون نفس الكون في سؤال ثاني يختر علي كيف نطور نفسي في عالم التصميم يعني اسمعت منك انك قلت في مرحلة انا كنت جونيور بعدين ابديت ما بيتش قول خبير ولكن خلي نقوله سينيور جرافيك ديزاينر شان هي الحاجات اللي تخليك تطور من كونك مبتدي الى كونك سينيور هو امانة صعب جدا تصف نفسك اكيد ناس تصفك ايه صعب جدا تصف نفسك وخاصة انت ال experience تتعلمها صعب انك انت تقول اني وصل في الليفل هذا بس زي ما قلت انت الناس ممكن تحطك في تصنيف معين او تحطك في 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 ليفل معين من الخبرة زيادة على ذلك ثقة تأكد كل معلوبة تزيدها وتتعلمها هتعطيك حافظ انك انت قادر تقول كلمة انك انت شخص عنده خبرة مش خبير لا لانك انت كل يوم قاعد تتعلم انا اعطيك علش تقولك الكلمة هي تعفي محمد ظهور ذكر الصناعي حطم جميع الموازين تعرف غير الافكان كلها يعني انت كنت تتعلم فيه غيرهولك فجأة امانة يعني انت خايل قد وقت انك تقص تقص الصورة بطريقة مبعثك جدا وبيدواء جيك لنا صناعتي ايه مش فلغرافك ديزاين بسر وفي كل المجالات حتى ناك ناك اي تي اللي كنت بدات الموبر ما يجين والناس تاني اللي هنجي من نقوله محمد سمحي نقوله قلب عليهم الطاولة يس فعليا الدكاء استنع قلب عليهم الطاولة كل قلب علينا الطاولة قلب علينا الطاولة صحيح صحيح فظهوره فعلا كان مفيد وفي نفس وقت قلت كيف يستفيد من الموجود المطوع هلبة طويل اريت لو ممكن نوصفها زي الشخص اللي كان يخدم علي ويندوز 7 اه او ويندوز اكس بي لو بنوله بالوقت وعن يطلع ويندوز 7 كان متخول لا جهازي يخدم وقعد ماشي موري وقعد موري بأوفيس 2003 وحياة سعيدة في محال تما حيوقف الويندوز اكس بي حيوقف وإلا انت قاعد على ذكة بودلاء مش هذكت بودلاء انت اصلا طلعت من الصورة مرة واحدة شخص بيدير صورة بيقصها فيها نص ساعة بينما شخص يعرف كيف تيرها في دقيقتين الشركة من بتوظف في الحال هادي اكيد انا بني بشخص بسرعة لانا عندي تاسك في الاخير مانا ايش جاي باش نستمتع بجنبي انت متعرف ان سلزيل امتاعنا باسم المهارات والسوق العمل نبي لو ممكن تلخص لي شن هي اهم المهارات اللي لازم تتوفر في الشخص او شخص يحاول يوفرها في نفسها باش يخش للسوق العمل كجرافك ديزاينر شن الحاجات اللي لازم نكون جاهز بها لما نريد نبدأ في السوق هذا شوف انا قاعد ننقلك في تجربتي الخاصة من وجه نلملك بجميع ما نقدش نعمم ما نقدش نعطيك بيرفكت وي انك انت تخش للمجال يعني قاعد نقول لك تجربتي خاصة ممكن ممكن جاوبتك قلت لك الشغف وجود شغف وحبك للمجال اي مجال هو اللي خليك تستمر علش قلتها لك قبلت ناس في حياتي خشت للمجال وقعدت سنة ستين وقفت وصيبت انه فقد الشغف او ما كانش عنده شغف وين احياتي انا اعتقد مؤمن جدا بمثالة ان اي حاجة تعرف روحك انك انت يعني عندك ميول تجاه وشغف كبير وزا ما نقول المجال هو نحب هلبه ونبعين ان نكون بروفشنال فيه وحندير ما بس ان نوصل نوصل زا ما نقول لمستوى عالي في المجال هو اعتقد حسب رؤيتي الخاصة حينجح مش ممكن يكون هذا شغف موقت مش ممكن انا اجتني طهقة انا صدفة ماشي في الشارع اتلاقيت مهند اعجبني مهند يصمم قلت نبين نخش زي فترة موقفة خلي نعرف الشغف نعرف الشغف شنه شغف يعني انا من وجه نظري قاعد نقول لك موجه نظري محمد شن هو الشغف بالنسبة لان مع الفترات يتجدد الشغف عندي توصل لمرحلة تعلم شي عرفت السعادة اللي دخل اني تعلمت حاجة مليحة هاي خلنا بحك اللي بعد هذا شغف لما حد قلت انت مؤقت يعني منحس شفي شغف واني موجه نظري ممكن يسمعوك موجه يقول لك ماند عرف غلط اني هيك وجد نظري للشغف استمرارية استمرارية تحب الشي تمام حدا وجد نظري موجه عرف ارجع ارجع خطوة للخلف وعرف الاشياء مرة جمس جميز احد اشخاص قال يجب يتم تعريف الاشياء قبل توظيفها في سياق الحديد فحنا عرفنا موضوع الشغف قبل لانا قلت لي مرت شغف موقع عرف لي الشغف قبل فهمت قصدي انت مرت شخص صار لذهول وحجبات الحاجة وقال انني بنخش فيها بعد لا نقول فيها طهقة نعم طهقة بالضبط تمام احنا تكلمنا على ان graphic design فيه اكتر من تخصص انت قلت فيه موضوع الدعائي وال papers وال 3D وال motion graphic والمونتاج وغيره هل فيه مرحلة ما حييلقى المصمم نفسه في مواجهة مفترق طلوق لازم يختار التخصصات وإلى ممكن الشخص ينمي مهاراته فيه اكتر من التخصص في نفس الوقت صعب 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 يعني من يش اللوم اي شخص يقول شعب يقول قصد انه يتعلم فيه اكتر من sector او اكتر من مجال او اكتر من field مو بيش نقول فيه field كبير شوي خلنقول يتعلم فيه اكتر من تخصص في نفس المجال يعني مثلا في التصميم يخش على motion ويخش على 3D ويخش 3D حتى هو حاجات بسيطة ما تنفيد ليش نقول العميق العميق 3D ماكس ومع ذلك لا حاجة الخفيفة في 3D صعب جدا جيل وحد تقول لا خليك في مجال واحد رغم ان كما قلت لك رح توصب بك وقل يا ريت نيا 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 وكنت انا اكسبرت في القصة اي قصد اي قصد اي قصد يقول ليش امامك بالحاجات الاخرى حيفتح لك افاق تانية حيفتح لك ينمي عقليتك وينمي تخليك ناضج في تفكيرك ويخليك حتى اصلا فاهم شغلك اللي يدي فيه في المجال متاعك بطريقة صح يعني نعطيك مثال فهمك لمكونات 3D والاضاءة ومالذلك حيخليك تعرف كيف تصمم حاجة بالفوتوشوب فيها إضاءة وفيها ظلال وفيها كده مكمل القصد لكن وين متخش دي وعافت ومش عافش ورندر هذاك موضوع تاني مرة واحدة بحر تخش فيه تريح تريح فهمت عند زي ما قلت لك بقري قلت لك إنشت جماعة جماعة 3D وجماعة تصميم المواقع كده قصدي بحر كل حاجة بحرها فهمت بس إلمامك بالأفكار وإلمامك بالمعلومات اللي حواليك أو بالمجالات اللي هي قريبة منك لا يعني ذلك إنك تشتثت بالعكس هو رو صعب جدا رو توقف حد وخاصة اللي نرجع لكلمة الشغب خاصة اللي عنده شغف القوي هلب والكبير هلب تقيش توقف هيبدأ يتعلم هني وين 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 أنا كان عدد لك البرامج اللي ممكن خشيت لها وتعلمت وقاعدني أتعلم عليها أنا حتى مواقق خشيت لها بداية ظهور CSS بداية ظهور CSS تتعلم الأكشن سكريبت متاع الفلاش بس مع ذلك ما تخليش الشيء رايحك على وصف نفسك وين هذه النقطة مهمة وين انت شو نسمي روحك حتوصب بك يوم في المستقبل هتبدأ تقول أنا مني أنا شين إسمي أنا ما هي وظيفتي وصف الوظيفة وصف الوظيفة شين هو حتوصر الريحة لذلك أنا نصيحتي لأي شخص يبي يخش المجال سواء تصميم 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 3D وما لا دار خلي عندك إلمام بالمجالات الأخرى بس رجز على المجال متاعك طور في نفسك ودائما دي ما نقول فيها واقب التطور اللي يصير يعني واحدة من الحاجات اللي تطلع الدكار السليناع وقلب عليهم الطاولة يعني هذا لازم تواقبها حتى يروحك لازم تخش الموضوع الشركات اللي موجودة في العالم كلها خشصة لدك دكار السليناع كلما استفادوا جوجل وما دالك مايكروسوفت كلما تجوا دكار السليناعي لماذا؟ لأن الموضوع فيه فرصة كبيرة القصد فكر بذكاء فكر بتوسع فكر بزاوية أكبر أنا أعرف أنت أحيانا تخدم ككونسلتنت مع شركات هذا الشي فادك في تطور نفسك مازال أكيد هلبة هلبة علاش أقول لك علاش واحدة من أهم الأسباب اللي 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 تخليك تستفيد من من وجودك كمستشار أو خبير في المجال المعين أو شركة تستفيد منك في في تقديم خبرة واستشارة لنفسك قبل الشركة صدقني صحيح أكيد علاش تأكد من أنك أنت وضعت الخبرة الصحيحة وقدمت الخبرة الصحيحة في المكان الصحيح واستفاد منها الطرف الآخر بشكل صحيح يعني أنت في الأخير بكل عندك خبرة وبنيت عليها عمر السنين بقى من يقولك خبرة هذه عمر السنين أنت فعلا اكتسبتها بشكل صح وما بني فكرة صحيحة لازل تحطها فيها لقيد التجربة هذا نتجع بها شوي لخلف واحدة الهجات اللي خلتني ننطلق في السوشيال ميديا بداية 2013 بداية صفحتي متاع التصميم ديك من بيش نقولك أني تعمد الشي هذا بس الحمد لله مع الوقت اكتشفت خبرة اكتشفت هل هي صحيحة توضفت صح باني تعلمت صح باي اللي عندي هذا هل هو فعلا شي عظيم قدام اللي موجود الموجودين في السوق ولا أنا أقل منهم ولا أنا متعلم غلطة أساسا فهمت حط دائما حط دائما خبرتك قيد التجربة أنا دي ما نقول فيها حط خبرتك قيد تجربة للتأكد لنفس القبل حتى للآخرين لو لقيت أن الموضوع خبرتك فيها نقص ما تتحشمش بالعكس تعلم صححة وتعلم حتى لو روحك تعلمت شي جديد حتى لو روحك فلو لقيت أنه فعلا اللي تعلمت صح وماشي في المسار الصح واستفادت منه الجهة اللي أنت قدمت لها الخبرة فأنت الحمد لله واصف أنا هالي وفقت في أنك أنت تتعلم زي ما نقوله المنهج الصحيح أو العلم الصحيح بطريقة صحية ومع ذلك لا يصيبك الغرور أنك أنت خلاص واصل الله لا تعلم غضوه وبعد غضوه يطلع شي تاني غير دكاستينا ويقلب عليك الطاول بحكم صدقتي بك مهند وزي ما قلت أنت في المقدمة أني نعرف أن مهند سابقا كان يهيأ أن يكون مبرمج من صغرى وقري حاسب وقري برمجة شي اللي يخليك اخترت أنك تنبشي غرافيك ديزاينر وتهم الجانب البرمجة مع أن أنت كنت ماشي فيه بشكل كويس لماذا اخترت غرافيك ديزاين وسيبت البرمجة كويس ممكن هي جاوبتك لحد ما قصة الشغف وانت سألتني قلت لي هل يجب أن كنت تكون رسام باش خش وانا بعد أن قلت لك هذه تجربتي الخاصة صح فعلا ديت تعلم البرمجة في سن ناتبر صغير عشرة سنوات صح وشدني الموضوع وخشيت فيه وقعتني تعلم بس يعني شاءت الصدف وشاءت الظروف أن في الفترة هذه كنت نهاية التسعين يعني خلى عندي الميول نحو الشي البصري من ناحية الجرافيك والتصميم وخفضل وخفضل ما قلت رسم الشعارات فكان أكتر شي استهويني وكان شي يعني شد انتباعي هلبة وعندي شغف كبير تجاه تصميم الشعارات ما قلت لك الفترة هذه كانت عندي وكل رحسات ومن ذلك كنت نرسم وفي كل مكان نرسم ونرسم حتى في شخصيات نرسم في شخصيات فخلتني فعلا نحمل جانب البرمجة نحمل جانب البرمجة نحمل جانب البرمجة ونتجه نصب تركيزي كله في شي وبعدها خلاص بتنتقل الخطوات اللي بعدها نتعلم برامج أكتر نتعلم أدوات أكتر نسق المهارات مع وجود فرص العمل مع وجود الوظائف لنوسط المرحلة الحمد لله أكتسبت خبرة كويسة نعتبر روحي وقاعد نتعلم نهر لليوم واللي هم من دائما هناك مفاجآت دائما هناك مفاجآت يعني واحدة من المفاجآت الكبيرة هي قصة ذكار الاصطناعي وجودة مفاجآة للكل يعني قلب جميع الموازين قاعد ننطرق لها في الحديث اللي قلناها كلها قاعد ننطرق لها وجود دائما صناعي مهم جدا علشان ننطرق لها قاعد ننبه وننوه إن الآن تو تو لاست نتعلم تو لأن حسب رؤيتينير خاصة وحسب اللي نشوف فيه محمد هذا كل نشوفه فيه عبارة عن بداية لشيء آخر ما زال أعظم من وجود دكا صناعي فيه حاجة دي ما يقولوا فيها التقنية أسوأ مرحلة تكون فيها هي بدايتها نحن قاعدين في بداية الذكالة الصناعية لكن أنت تخيل عشر سنين اللي قدام لو لم يمكن نصله صح 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 هذه نحن أسوأ مرحلة الذكالة الصناعية ومش يكي محمد المرعب في الموضوع التطور الرهيب اللي صير شارج بتي تريد اليوم أنا صعب نميز مش هتكي مثل مثل يعني مثل تطور تقنية ما في الألفين في الألفين في الألفين وستة طلوا حاجة ثانية صح بعد ستة سنوات تولأ أربعة شهور تطلحها جديدة صحيح صحيح قصدي رهيبة السرعة ومش هيكي لو تقعمز عرفتها تشبح الموضوع هيكي توخر وتشبح الموضوع بزاوية هيكي من بره عرفتها 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 يقولوا فيها زوم آوت تشبح الموضوع البوتانشي اللي كبير جدا ره الفرص عارض عدد الاحتمالات ضخم يس لنهاي لك مش قادر تتخيل عدد الاحتمالات اللي موجود محمد حطه بين يوسين عدد الاحتمالات رهيب 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 لو تزوم آوت شوية هتشبه عدد الاحتمالات رهيب جدا شن معناها معناها في تطور غريب هيصير القدام وقريبا مش بعيدا فاهمتني وفاجأونا جي بي تي تري فوبر متجورني مش عارشين كده هذا عرفتها اليوم قلتك هتا بوست على الجينريتور في الادوبي بريمير اتخذ الموضوع كان حلم في مرحلة الماء بالله عليك خش دور علي الموضوع نتير لك نحين 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 تحطني فوق الطاولة نحين 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 ويكمل لك الخلفية في مرحلة ما كان شي حلم وكان حلم بفعل ولفترة قريبة جدا فترة قريبة جدا كان حلم أو كان مستحيل ممكن نعرفه بمستحيل بس تطور رهيب لذلك الذكاء الصناعي وجود هل بنا استعتقد أو إن الذكاء الصناعي جايب شكل خبزتها شن نردك للسؤال حلو لا لا بالعكس وجود أنا واحد من الناس اللي كان نشبه الموضوع أنا استفدت جدا من وجود أدوات الذكاء الصناعي موجودة بحد ذاته ك يعني ك كتولز وك مثلا لانجوج متاع عفوا وجود وجود ال 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 الكم هذا من التنوع بالعكس مكلا لليش خبز ومدليش إقصاء الحاجة اللي ممكن ننصح بها اتصرف بدكاء أمتى أمتى يصير لغيقصاء لما أنت ما توقبش روح حتى وجود ذكاء الصناعي لا يعني ذلك كأنك أنت ما أقول خلاص معنا ما أعش عندك وظيفة لا حتى مع وجود ها لو أن كده تفكرت بذكاء شوية واستفدت من الأدوات وجمعت الداتابيز متاعك وجمعت التورز اللي تب بها مليحة وتقارن به هادي وهادي وهادي وهو ميكش حي يقدره كل حد أنت كمصمم بتقعم بزديرها لأنك أنت عندك المام بوجود البكسل والكادة والخطوط واللاين ومش عش نوع وهادي فيها بقس وهذا ممكن اكتشافها وهذه أقرب الواقع التفاصيل هادي مش حيقدر يركز فيها كل حد أنت كمصمم تركز فيها لذلك اشتغل بدكاء استفيد من وجود هالكم هذا من التنوع ووجود هذا كم من التطور ووظف الى صالحك الخاص هل سوق العمل الليبي حاليا متعطش للموظفين يعني هل تشوف في نقص في الناس يتخدم graphic design وفي هل فرص ان الناس تخدم ولا كيف هذي تعدي من هلب عوامل او شي على حجم السوق وحجم تطور زي ما نقول فرص العمل نفسها يعني احنا قاعدين تكلموا على فرص العمل اللي هي قاعدة فيه تطور كويس بس قاعدة مش هذك اللي فيها المنافسة البرة فوربا قلتها بكريكا اللي هي الكمبينس الكبيرة وش احنا حدها رو صفحات فيسبوك رمضان هذي حدها رمضان لكن مع ذلك في صفحات فيسبوك زي فرص العمل من نسو للناس موجودة بس قضي سوشال ميديا منجمت وسوشال ميديا بوصل شي تس بس يعني مش هذك الحاجة الكبيرة اللي هي فعلا تسق المهارتك لحي لفل يعني حاجات ممكن تندار بالذكارة الصناعية القصد فرص العمل موجودة حاليا تعتبر ما نبيش نتكلم ونقول تقليدية ما بيش نقولها كلمة تقليدية باش باتنحسبش لا ما بيش نقول كلمة تقليدية ولكن فرص العمل اللي موجودة حاليا قاعد ما ترتقيش للمستوى اللي هو قاعد زي يعني يعني لو نقارنوها بفرص اللي موجودة في فترة رمضان وفترة المناسبات وفترة المواسع هذك اللي هي فعلا فيها مجهود وعلش نقول لك فيك لما هو نقول لك تجربة شخصية اللي صارت في عملي في طريقة العمل الداخل محمد تختلف جدا تبلويرت الفكرة وتوصيلها إلى النقطة الأخيرة من A إلى Z وكيف عارضها زل هكي فيه كارنس شوية أنني كنت توصلها من فترة فترة لنتوصلها لن النقطة النهائية وتغلف وكذا وتبنعط الزبون وما إلى ذلك هو يحتاج إلى تحدي أنا أعتقد فرص العمل اللي ما فيهاش تحدي كبير وفيها نوع من إن كنت تفكر بإبداع ضخم أوكي هتعطيك شوية خبرة ولكن مش هتعطيك خبرة الكبيرة الكبيرة هل هتكون منطلق لكن هتكون منطلق لكن ما تعدمتش عليه وللأسف قلت لك احنا ممكن نسوقنا محلي ما فيش هديك الفرص الكبيرة هلبة اللي هي فيها زي ما قلت أنت اللي هي أفكار ضخمة وما إلى ذلك بس مع ذلك توا ممكن رأوا بدي تغير الوضع وانت قلت لك بشوية نتغير الوضع فعلا نتغير الوضع أصبح فيه فرص أكتر بس نتكلم لك على إعلانات ودعايات وحملات تصريقية وما إلى ذلك هي اللي فعلا فيها اللي هي عشكة نوصفها لك لكنت قد وصلتك اللي هي فيها 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 صعوبة في توصيل الفكر تبدي 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 صدقني معاش ولت مراحل خط إنتاج لينطوص للمرحلة الأخيرة تشبهها نرجع بك من الوقت لما تكلم عن قصة قوة توظيف المعنى قوة توظيف الفكرة لما تشبهها في الشارة وينفكر فيها وينفكر فيها في كيف تضعوا بها الفكرة فهذه فعلا هي اللي فيها قوة وهذه موجودة ماش موجودة ما بيش نقول لا مش موجودة موجودة لكن مش بكترة قاعدين نحن نشتغل من قاعة ما بيش اللي هي لافتة مش عارش ان هو بروشور ملف سوشيل ميديا أوكي موجود واساسي ما نجدش نديل الأقصاء لكن موجود بس اللي تعطيك سقل المهارات هي الفرص الأكبر يعني نتكلم عليه سقل المهارات المصمم هي الفرص الأكبر اللي هي فعلا تخليك تعصر دماغ وتقعد دهش لي مش طلع الفكرة لو بفي عجالة تقارنني بين العمل في ليبيا والعمل في دبي هالفرق كبير في الغدمة يعني طبعا ما نقدرش ما نقدرش يعني ما كانش الفترة كبيرة هالبة العمل برا فلهذا ما نقدرش يعني نكون شخص ينقلك صورة واضحة ممكن نكون شخص آخر اشتغلي فترة طويلة ينقلك الصورة صحيح بس موجد نظري خاصة ممكن نقولك على وجهة نظري الخاصة انه اعتقد فيه فرق بير انه واحدة من الحاجات اللي اذهلتني العمل الجماعي اللي هو تيم وورك تيم وورك احنا ممكن مصطلح يعني اوكي خاش علينا وكده وقاعدين وضفوا فيه وقاعدين نشتغلوا تيم وورك بس معظم مصميم مصميم يفضل انه يشتغل خاص يفضل انه يشتغل على انه يشتغل مع تيم تمام مهند لو ممكن تعطيني النصايح للمقبلين على العمل الجدد او المبتدئين في المجال هذا من واقع تجربتك وخبرتك ذكر سنين اختصار اختصار تعلم ذكر سنين مش فهمني تعلم الادوات موجودة استفيد منها اعرف توظفها صح قلتها مرة درتها في بسطة يعني معلومة مجانية لكل قلت لك قامض دير قائمة بالادوات اللي موجودة قارن بناتها اشتغل بذك اشتغل بذك اش ماناها وظف الوجود الشي هذا ووظف وجود التقنية هذه صدقني الشخص اللي موظفش التقنية اللي صالحة هيخسر حلب وظف وجود تقنية هذه لصالحك مش هي تهدد في وجودك انت كمصمم وظفها لصالحك تعلمها دير قائمة بالادوات اللي تعرفها مليحة فيها البدوات مجانية قارن بناتها اعرف كيف لو متن ادام وعين اعطتك نتيجة مش مليحة اعرف كيف تدخل على الادات تانية طلع منها ديجة احسن اشتغل بذكاء وصع افاخق اعرف الفروقات في الحاجات مع 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 انك انت في البداية يكون عندك اساسيات هذه ممكن تكلمت انت الاساسيات متاعك اللي هي شن هي الالوان شن هي اساسيات التصميم ناحية كيف تصمم شن هو الراستر شن هو شن الفرق بين RGB و CMYK شن هي المقاسات كيف نحدد المقاس في حاجات تعرفت الاساسيات بتاع التصميم هدي نتعلمها من خلال يما كورسات يما اليوتيوب يما واتيفر يعني نشوف التشانيل تتعلم من خلالها بعدين في نفس الوقت يعني side to side انك انت تتعلم ذكال صناعي تستفيد من الادوات الموجودة حد سهلك وقت صدق الحاجة المليحة محمد اللي تول فرصة المليحة المصممين انه فيه شي واتي هذا مكانش عندنا واتي ابني العجلة ما تخترح فهم مش حتك فيه شي واتي محمد فيه شي تطلع فيه واحدة من الحاجات ديما نتكلم عنها ما عافش كيف نوصلها ممكن طوانت تحت لفرصة نوصلها تعلم طريقة البحث بحث مهارة مهارة محمد تعلم تعلم كيف تبحث الانترنت كيف يتعامل تعمل معك مخاطب بس قبل كيف يتعامل معك على كيف يتعامل معك يعني بدلا تعلم كيف أبني طائرة لا اكتب طائرة بناء اطلع لك النتيجة تبها فهمت هي كي وورد عبارة كلمات مفتاحية أيضا حتى المواقع الموجودة التي تصنع صور زي ميت جيرني وبني ما ذلك تتكلم عن الوصف حتى تلقاها كلمات مفتاحية عافظ هي مثلا اكسكلوزف اكسبرت مش عارف هاي ديفينيشن اتش دي آر فور كي ما إلى ذلك قصدي هاي دي تيلد فتلقى وصف عبارة عنك كلمات مفتاحية وبذلك هو بعدين يبني عليها يصنع لك المشهد الدبي فأنصح جدا تعلم أدوات دكارس لنعوي استفادها منها وتوظيف علي صالحك الخاص وما تخاف منها بالعكس ما تهدك منعكس انت اشتغلت بدكاء هذه هي اشتغل بدكاء عندك اشتغلت بدكاء ووظفت اللي حواليك والتقني اللي حواليك اللي صالحك الخاص مهند شكرا جزيلا لحضورك معي وتلبيتك للدعوة استمتعت جدا بالحوار معاك كان حوى شيق والحديث في الموضوع هذا لا يمل وشكرا لمشاركتك خبرتك معنا ومع الناس اللي نتمنى ان الحوار يكون مفيد ويكون نقطة انطلاق لهلبة ناس او نقطة اصلاح في المسار الافضل شكرا جدا لحضورك معي اوشي بارك الله فيك نهنيك على البودكاست اللي تدير فيه وعلى مجهوتك اللي تدير فيه بارك الله فيك واني نشجع هلبة ان ان الناس يعني زي كنت الناس المبدعة اللي تقدر تخلق افكار انه تبادر بالشي كل ما تكتر الحاجات نقول فيها حتى لمجال امداعي ونقول لما تكتر مثلا مبادرات وافكار ابداعية انت قاعد تخلق فيه ان الكل يستفيد اولا ما قاعد مزهد درس معاك وانت حاورتني وانت انشرت الحوار هذا على الانترنت اللي فيه حد استفاد وبناء فكرة يا اما استفاد الحم مع مهند بشي معين اولا ما محمد نويدي البودكاست فانت قاعد تنشر فيه ثقافة تنشر فيه واعي وبالتالي الكل يستفيد فبالعكس يعني يعني ندعمك بكل ما هدت من قوة بيع لفكرتك هذه وانهنيك عليها وبارك الله فيك على الصدافة شكرا لكم على المشاركة الحلقة هذه اتمنى ان هي كانت ذات فائدة ياريت شاركوها معنا اسلي تعمل الفائدة اكتر لتلاقوا ان شاء الله في فيديو جاي السلام عليكم